أهلا بكم إلى العراقية السورية في ختام جولته العربية حتى وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف في دمشق المحطة السورية هي الرابعة له بعد لبنان والعراق والأردن وفيها التقى الرئيس السوري بشار الأسد ليؤكد تنسيق في مواجهة الإرهاب وفي المواقف أيضا تحضير الرئيس الأسد من خطورة الفكر الوهابي على سوريا والمنطقة وتشديد من ضريف على دعم إيران لسوريا لإنجاح مؤتمر جينيف 2 وعلى أن حل الأزمة السورية في أيدي السوريين لزيارة المسؤول الإيراني إلى دمشق أهمية خاصة ذلك أن إيران كانت واضحة في دعمها للحكومة السورية ورفضها إسقاط النظام بالقوة ووقوفها بوجه أي تدخل عسكري ضدها هذا الموضوع سيكون محور النقاش في النشرة السورية بينما نتطرق في الملف العراقي إلى المساعي المبدولة بين بغدادة وأربيل لحل الخلاف بشأن تصدير النفط من كردستان عبر تركيا مباشرة وقبل البداية بالعراقية السورية نتوقف مع موجز لآخر الأنباء وعلي علوي علي تفضل شكرا سلمة تحية طيبة لك ولمشاهدين أفدت القوات المسلحة المصرية بتعزيز إجراءاتها الأمنية في إطار مواكبة اليوم الثاني من الاستفتاء الشعبي على دستور وفي بيان لها ذكرت أن الخطوة تأتي للتصدي لأي أعمال عدائية تؤثر في عملية الاقتراع القوات المسلحة المصرية رأت أن الشعب يرسم ملامح دولة المستقبل ويكتب تاريخا جديدا في هذه الأيام من جهته ثمن تحالف الشرعية ورفض الانقلاب موقف الشعب المصري الذي لم يشارك في الاستفتاء بحسب بيان صادر عن التحالف ورأى أن نسب المشاركة تكاد تكون منعدمة اليوم من القاهرة ينضم إلينا موفد الميادين إلى هناك محيد دين جبريل محيد دين كيف تصف لنا سير عمليات الاقتراع في القاهرة اليوم علي دعني أبدأ الإجابة على سؤالك من آخر ما انتهيت به في الخبر في بيان هيئة أو تحالف ما يسمى بتحالف دعم الشرعية من أن الاستفتاء ربما تمت مقاطعتها اليوم أو ما إلى ذلك نحن هنا الآن أمام مقر لجنة اقتراع في مدرسة صلاح الدين في مصر الجديدة بالفعل إذا ما نظرت ستجد ربما أن هناك حالة شبهة انعدام أو قلة للرواد المركز الانتخاب ولكن هذا ربما يعود اليوم من قلة المقترعين أو وصولهم إلى بعض المراكز ربما يعود إلى أن هذه المراكز استنفدت الجزء الأكبر إن لم يكن معظم المسجلين فالجزء الأكبر نحن أمس شهدنا أمام هذه المدرسة خاصة في الفترة الصباحية الطوابير تكاد تكون طويلة جدا جدا نصبت لها الخيام على امتداد الشارع هذا ما يعني أنه ربما تجاوزت أعداد كبيرة جدا من الذين هم مسجلين في عدد كبير جدا جدا من المراكز وهذا ربما اعتمد عليه هيئة أو تحالف ما يسمى بدعم الشرعية اعتمد عليه في بيانه هو أن بعض وسائل الإعلام ربما نقلت عدم وجود إقبال على بعض المراكز ولكن إذا ما لاحظنا هذا قررناه بأمس بصفوفة طويلة جدا جدا أمام هذه المراكز ربما يعكس أن هذه المراكز استنفدت أو على الأقل النسبة الكبيرة من الرواد هذا المركز به حوالي خمسة آلاف ولكن ما شاهدته أمس خلال وجوده هنا في أربع ساعات ربما تجاوز هذا النصف لم يكن ثلاثة أو أربعة آلاف ربما يكونوا صوتوا في يوم أمس بصورة عامة عملية الاقتراع تصير في عدد نعم ابقى معنا سنعود إليك ولكن تنضم إلينا الآن مراسلتنا في الإسكندرية سمية الشناوي إذن سمية تابعنا مع محيدين أجواء عملية الاقتراع في القاهرة ماذا عن أجواء عملية الاقتراع في الإسكندرية؟ نعم علي بعد انتهاء دوام العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص هنا في مدينة إسكندرية بدأ توافض المواطنين مرة أخرى على لجان الاقتراع للتصويت والإدلاع بأصواتهم في الدستور الجديد أيضا كانت هناك عدة مسيرات خرجت لأنصار جماعة الإخوان المسلمين مسيرة في منطقة جليم لا تتعدى أكثر من ثلاثين متظاهر وأثناء المسيرة كانت تمر دورية أو سيارة للشرطة حاول المتظاهرون إلقائها بالحجارة والززاجات الحارقة ولكن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الأمر وإلقاء القبض على نحو أربعة من عناصر الإخوان كذلك كانت هناك مسيرة أخرى في غرب الأسكندرية في منطقة الدخيلة وكذلك في شرق الأسكندرية كانت هناك مسيرة أخرى في منطحي المنتزة وتعملت معها قوات الأمن بقنابل الدخان التي تفريقها بعد تحذيرات تبقى لقانون التظاهر كذلك خرجت مسيرات لحزب النور داعمة للاستفتاء وتدعو المواطنين على التصويت بنعم وتأييد خارطة الطريقة دعم سمية أسألك باختصار لو سمحتي إذن تحالف دعم الشرعية يقول أن نسبة الإقبال اليوم تكاد تكون معدومة هل نسبة الإقبال اليوم في الإسكندرية بحسب ما تبعتم منذ الأمس تشبه نسبة الإقبال أمس أم أنها أقل أعتقد أن بالفعل النسبة اليوم أقل ووفق المنظمات التي تعمل هنا في الإسكندرية وتقوم بمراقبة الاستفتاء تقول أن فعلا نسبة التصويت اليوم أقل ويقولون على حسب المؤشرات الأولية أنها لا تتعد أمس حتى الثلاثين في المائة واليوم ربما تكون نحو سبعة عشر في المائة ولكن هذه كلها مؤشرات غير مؤكدة شكرا سمية الشناوي أطلعتنا على سير عمليات الاقتراع وأيضا الوضع الأمني في الإسكندرية ولنطلع على الوضع الأمني في القاهرة نعود إلى مفدنا إلى هناك محيدين جبريل محيدين هل رافقت عملية الاقتراع اليوم أي أحداث أمنية بعض الأحداث حصلت في بعض المواقع ربما تم تداولها في الأوقات الصباحية ولكن في هذا الوقت بالتحديد ربما المشهد السائد خاصة هنا في مصر الجديدة ربما طلعات جوية لطيران ينتمي إلى جهات أمنية مختلفة وأنا أوقف معك الآن خلال الخمسة دقائق ربما مرت من فوقنا حوالي طلعتين جويتين لطوافات عسكرية لجهات مختلفة أيضا هناك دوريات أمنية ربما مكثفة إضافة إلى الوجود الأمني المكثف حول المقارة الأمنية ولكن هذا رغم تكسيف الطلعات الجوية ووجود دوريات أمنية مكثفة إلا ربما نشاهد عدم التشدد الأمني خاصة من قبل شرطة المرورة التي تضع بعض المتاريس حول المقارة الاقتراع أو مقار اللجان أيضا كان يمنع وقوف السيارات على بعد 200 متر من مقار الاقتراع الآن تتوقف السيارات في أي وقت ربما ليس هناك تشديد في الإجراءات بالصورة التي كانت توجد أمس بقدر ما هو وجود أمن مكثفة ولكن ربما لا يوجد تشديد بالصورة التي لاحظناها يوم أمس شكرا محيدين جبريل موفد الميادين إلى القاهرة حدثتنا مباشرة من هناك وأيضا نشكر مراسلتنا في الإسكندرية سمية الشناوي التي أيضا انضمت إلينا مباشرة من الإسكندرية العودة إلى أخبارنا رأت وزارة الخارجية السورية أن عدم وضوح موقف المعارضة السورية من حضور مؤتمر جينيف 2 يمثل عثرة رئيسية أمام إطلاق المؤتمر ولفت المتحدث باسم الخارجية أليكساندر لوكاشيفيتش إلى أن الحكومة السورية أكدت منذ فترة طويلة مشاركتها في هذا المؤتمر من دون شروط مسبقة بخلاف المعارضة التي لم يتضح موقفها حتى الآن لوكاشيفيتش أشار إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يحول دون توصل إلى حل سياسي للأزمة القائمة في البحرين جمع لقاء القوى المعارضة بولي العهد الأمير سلمان بن حمد وقد وصفته المعارضة بأنه تميز بالصراحة والشفافية التامة وبحسب بيان صادر عن المعارضة فأن لقاء أتى لتدارس سبل إيجاد حوار جاد ينتج صغة سياسية جديدة في البلاد وضف البيان أن الدعوة جاءت من ولي العهد بهدف إيجاد حل شامل للأزمة القائمة يلبي تطلعات الشعب البحريني نحو الحرية والتحول نحو الملكية الدستورية الديمقراطية ورأت المعارضة أن إيجابية اللقاء تتوقف على الخطوات المقبلة المبنية على الشراكة الحقيقية نحن مرشحنا لرئيس الوزراء في لبنان طلب محام بعض شهود المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عدم إدراج هؤلاء على قائمة شهود المطلوب مثولهم أمام المحكمة بعد تسريب إفاداتهم وتعريض حياتهم للخطر يأتي هذا الطلب قبل ساعة من انطلاق المحكمة في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري تقرير عباس سباغ حيات بعض شهود المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في خطر هو ما أكده محاميهم في بيروت استنادا إلى تحذير صادر عن المحكمة بعد تسريب إفاداتهم الربيع الفائت قصة التسريبات بدأت بعد فترة وجيزة من إنشاء المحكمة الدولية للنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه في العام 2005 عدد من الشهود شعروا أن حياتهم وحياة عائلاتهم في خطر فاختاروا المسار القانوني كسبيل للحماية طلبت أولا إخراج إفادات المدعين مكتوبة أو مسجلة صوتيا من ملف المحاكمة ثانيا عدم إدراج المدعين في قائمة الشهود المطلوب مثولهم أمام المحكمة ثالثا حفظ حق الموكلين بطلب العطل والضرر وفقا للأصول الملحوظة لهذه الغاية وأمام المرجع القضائي صاحب الاختصاص المحكمة وقبلها لجنة التحقيق الدولية أوقفت عددا من قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية لنحو أربع سنوات لاتهامهم بالمشاركة في اغتيال الحريري ولكنها عادت فأطلقتهم إن هذه المحكمة الدولية بإنشاء أو بالأهداف السياسية تاعتها شوهت هذه الشهادات ولم تنصف الشهداء وكانت مادة لتسعير الخلاف الداخل اللبناني وتسعير الفتن الداخلية في لبنان ساعات قليلة تفصل عن بدء جلسة المحاكمة وسط استمرار الخلاف اللبناني حول توصيف المحكمة الدولية هذه المحكمة اللي عملت هيديك الجريمة بتوقيف الضباط ممكن تكون عمالي بترتكب الآن جريمة جديدة ولكن أرأي بكل طول تطورات المنطقة يعني باستثناء بعض اللبنانيين المهتمين بهذا الأمر لا أعتقد لأنه المحكمة يعني إلى قيمة بكل هذه المعادلة الأنظار جميعها إلى غلندا وما ستتمخرض عنه المحاكمات لكشف حقيقة اغتيال رفضه وأدانه كل اللبنانيين في تونس أكد القيادي في الجبهة الشعبية الجيلان الهمامي رفض الجبهة إعادة تكليف وزير الداخلية لطفي بن جدو رئاسة الوزارة من جديد الهمامي قال أن الجبهة تدعو إلى الإسراء في أعلان الحكومة الجديدة وأنها لن تساند حكومة مهدي جمعة إن جرى إبقاء أي وزير من حكومة علي العريد وستقف ضدها لن أسمح لمجموعة من الملاحظات بأن تمس جهودي في تحقيق السلام هكذا رد وزير الخارجية الأمريكي جون كاري على تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي موشي علون التي استهدفته كاري أشار من الكويت إلى أنه يركز جهوده على السير إلى الأمام لتحقيق السلام شكرا لكم على حسن المتابعة نعود الآن إلى النشر السورية العراقية مع سلب علي شكرا جزيلا حذر الرئيس السوري بشار الأسد من خطورة الفكر الوهابي على سوريا والمنطقة ودع الجميع إلى مواجهته كلام الأسد جاء خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف في دمشق ضريف بدوره أكد ضرورة توحيد جهود المنطقة لمواجهة التحديات ومكافحة الإرهاب وشدد على دعم إيران لسوريا لإنجاح مؤتمر جينيف 2 وعلى أن حل الأزمة السورية في أيدي السوريين وقال في تصريحات عقب وصوله إلى دمشق أنه سيعمل على تنسيق المواقف والسعي البناء إلى إعادة الهدوء والأمن إلى سوريا لافتا إلى أن الهدف من زيارته هو المساعدة على خروج المؤتمر الدولي المزمع عقده حول سوريا بنتائج لمصلحة الشعب السوري ومن دمشق ينضم إلينا مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية الدكتور بسام أبو العبدالله أهلا بك دكتور ماذا حمل ضريف في هذه الزيارة وهي زيارة الرابعة إلى دمشق وماذا رشح أيضا عن لقاءاته مع المسؤولين السوريين أعتقد طبعا أن هذه الزيارة هامة تأتي ضمن إطار حركة دبلوماسية نشطة الآن في هذه الفترة قبل مؤتمر جينيف 2 هناك زيارة للسيد الضريف إلى موسكو وزيارة للسيد وليد المعلم وزيد الخارجي إلى موسكو وهناك اجتماع ثلاثي سيوقات في موسكو وأعتقد أن هناك الكثير من التحولات تجري في المنطقة وبالتالي فأن التنسيق بين دمشق وطهران هامجدا خاصة وأن طهران ووفق ما سربتهم في الميادين البارحة أو قبل يومين على ما أعتقد أعلنت موقفها بشكل واضح فيما يتعلق بجينيف 2 ومن الذي يمكن أن تقدمه طهران وأن تسعبه ومن الذي يمكن أن ترفضه وهذا الكلام كان واضحا وقاطعا بالنسبة إلى طهران وكان هذا الرد أيضا واضحا تجاه ما سمي بمؤتمر أصدقاء سوريا الذي كان بيانه بالتأكيد منفصلا عن الواقع وبعيدا جدا عن ما يمكن أن ينتج عن مؤتمر جينيف 2 الذي ما يزال يشهد بعض العرقل أعتقد أن هذا التنسيق ضروري والمواقف السورية والإيرانية واضح تجاه المخارج ليس فيما يتعلق فقط في سوريا إنه للمخارج الكثير من قضايا المنطقة ودعيني أذكر ما أشار إليه الرئيس الأسد فيما يتعلق بمخاطر الفكر الوهابي ليس فقط على المنطقة إنما على العالم وهي نقطة هامة جدا لأول مرة يتم الحديث عنها في المنطقة وهو ما يجعل من هذا الحديث وهذه الاجتماعات وهذه اللقاءات يعني ما يمكن أن يطرح في جينيف 2 والقضية الأساسية فيه هو موضوع مكافحة الأرهاب ومكافحة الأرهاب هنا دون مكافحة الفكر الذي ينتج هذا الأرهاب غير ممكن على الإطلاق لأنه بعد عقد من الزمن سيخرج علينا جيل جديد وبتكنولوجيا جديدة وبوجود المال سينتج إرهابا جديدا يقوم على طرق أخرى في قتل الناس الأبرياء طيب دكتور بسام الرئيس الأسد تكلم بوضوح عن الفكر الوهابي في وقت وزير الخارجية الإيراني كان من بيروت وأعلن بأنه يسعى إلى أفضل العلاقات مع المملكة واليوم الطرفان يؤكدان على ضرورة التنسيق في مواجهة ومكافحة الإرهاب كيف نفهم هذا التنسيق؟ يعني دعيني أقول أولا طبعا طهران بالتأكيد لها دولة أقليمية كبرى وهي برغم من تلقيها رسائل من كلال تفجير السفارة الإيرانية الذي تهمت به السعودية وليس فقط طهران إنما لنأخذ موسكو التي حدث فيها تفجيرين خطيرين في مدينة فولغاقراد تحاول إيران إيجاد مد الجسور لما يقال بأنه تيار حمايم وأنا أشك بوجود تيار حمايم لكن في كل أحوال هناك وجهة نظر إيرانية ويبدو أن هناك مراسلات مع القيادة الإيرانية للإطاحة بهذا التيار البتعجرف الذي يقود المملكة إلى دمار حقيقي خاصة وأن السعودية أصبحت معزولة في ما يجر من تطورات البارحة رئيس عبدالله قول تحدث عن ضرورة تغييرات جذرية في المقاربة الأمنية والديبلوماسية لما يجر في سوريا في حين أن السعودية حتى من خلال سواء المحللين أو ما يصدر عنها ما تزال متشبثة وتريد الاستمار في معركتها في سوريا لوحدها كما قيل عن بعض المسؤولين السعوديين هذه السياسة لن تنتشيء خاصة وأن غالبية الدراسات الغربية ومركز البحوث الغربية تشير بالأصبع إلى السعودية في تمويل الإرهاب وفي دعم الإرهاب وإضافة لذلك موسكو اتهمت طهران تتهم دمشق تتهم من خلال مقاله الرئيس الأسد وبالتالي هذا سيجعل السعودية في موضوع فيهم دولة دكتور برسان طهران تتهم وفي نفس الوقت تمد اليد للسعودية تماما المطلوب لأن المطلوب هو إيجاد مخرج يعني ما يمكن أنه مخرج للتسويات هلأ تركيا التقطت الرسالة والرئيس عبد الله قول قرأ الرسالة حجم التحولات في المنطقة ولا أعتقد أن قول السيد بانكيمون بأن شكوى العراق من طورة السعودية في الإرهاب في العراق أنه سينقل إلى مجلس الأمن ليس كلاما عابرا أو أنه خطأ في الترجمة إنما هو يدل على أن المجتمع الدولي وما يحدث في سوريا من جرائم منكرة واستمر هذا الفكر لأنه لو أخذنا حتى التنظيمات التي تنشط في سوريا كلها لو أخذنا أي بيان صادع عن أي تنظيم حتى في ذلك ما سمي بالجبل الإسلامي نحن سنجد أنه كوبي عن نظام الإسعود وهذا الشكل من المنظومة السياسية لم يعد قابلا للعيش في القرن الحالي والعشرين نحن نتحدث عن دول مدنية ودساتير وانتخابات وبالتالي إما أن يغيروا هؤلاء أنفسهم أو أننا سنجد تحولات كثيرة ستبتت حتى إلى الخليج هذا التنسيق الإيراني دكتور بسام هل بعلم الحكومة السورية وهذا الدور الوسيط إن صح التعبير لإيران يعني بطريقة غير مباشرة هلأ أعتقد أن إيران تلعب دور وقيل سابقا فيما يتعلق بتركيا أن هناك وساطة طلبتها أنقرة من طهران للتوسط لدي دمشق وأعتقد كلام الرئيس قل عندما تحدث عن دبلوماسية الصامتة للبريحة هو مؤشر لكن أنا لا أدري إن كان هناك مرسلات أو ما بين بعض الأطراف داخل العائلة الحاكمة السعودية وطهران ولكن من الواضح أن هناك محاولات إيرانية لكن أنا ما أتحدث عنه دمشق أن القضية ليست كما يقال تبويس لحاوة شوارو كما يعتقد البعض هناك حالة جذرية ليست فيما يتعلق بسوريا إنما فيما يتعلق في إمكانية استمرار هذا النمط المتخلف والجاهلي والذي يقتل الناس لأنه يمتلك المال أو لأن الأمير الفلان ينزعج أو لأنه يرى أن مصالحه مهددة هذا لا يتيح لأي دولة أن تتصرف وفقا لهذا المنطق حتى السيد جون كيري البارحة في مؤتمر الصحفي مع سرقيل لفروف تحدث بوضوح بالغ عن أسماء التنظيمات لتدعم السعود لم يعود بإمكان السعودية أن تتقفى تحت الطاولة كل كما قلت لك كل الدراسات الغربية بالأسماء ومصادر التمويل أصبحت معروفة وبالتالي هذا يضع السعودية أمام إما أن توجد مخرج ضمن التسويات لتتم في المنطقة أو أنها قد تدفع ثمنا باهظا وهو ما أطلقته موسكو قبل فترة بعد التفجيرات هذه الحركة الإقيمية وأن صحت أيضا إذا كان هناك من رسائل تحت الطاولة بين طهران والمملكة العربية السعودية هل هذه الحركة تزعج دمشق لا بالتأكيد أولا دمشق الهدف الأساسي له هو وقف تمويل الإرهاب ووقف إرسال المسلحين الدكتور برشار جعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة قال في حديث صحفي أن 15% من من يقاتل على الأرض سيرهم من السعودية هذا الأمر ليس عبثا إذن هناك قوى منظمة وشبكات وأصبحت مكشوفة حتى في الصحافة الغربية وأجهزة الاستقبار الغربية إضافة إلى ذلك أن القلق لا يمتد فقط فيما يتعلق بدمشق في محاربة الفكر الوهابي المتطرف يمس الأوروبيين ويمس الولايات المتحدة في النهاية ويمس الكثير من الدول في العالم لذلك هذا يحتاج إلى جهد وما سريب اليوم عن اتصالات سوريا بين أجهزة الاستقبارات أوروبية وكما قيل المقربين من الرئيس الأسد كما قالت الول ستريت جورنال هو قائم وموجود لأن هناك خطر حقيقي بدأت تشعر به الدول الأوروبية والعالم وهم كانوا يعتقدون في بداية الحرب على سوريا أنه بالإمكان أن يمضي المشروع ويسقطون الدولة السورية ثم بعد ذلك لكل حالة الحديث كما يحدث الآن في ليبيا ليبيا نموذج واضح لما يمكن أن ينتج عن هذه السياسة الحمقاء نحن أمام دولة فاشلة وأمام انتشار الجماعات التكفيرية أصبحت تصدر الإرهاب باتجاه أوروبا أو باتجاه سوريا كما حدث في الحالة السورية لذلك هذا الأمر يحتاج إلى ضرب الجذر الفكري لموضوع التكفير بشكل جديد وهو المقصود به هنا الفكر الوهابي في مملكة السعود دكتور بسام من فضلك ابقى معي سننتقل إلى مراسل الميادين في طهران حازم كلاس حازم كما ذكرنا بأن دمشق هي المحطة الرابعة في جولة الوزير الإيراني قبل أن ينتقل إلى موسكو والآن قد أعتقد أنه انتقل إلى موسكو طيب أهمية دمشق بالنسبة لطهران في كل ما يجري اليوم لا شك سلمة أن المحطة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني في دمشق هي محطة مهمة جدا يعني ربما كل هذه الجولة إن صح التعبير جاءت بهدف رئيسي هو يتعلق بالأزمة السورية إذا أردنا أن نضع عنوانين عريضين لهذه الزيارة فيمكن الخروج بعنوانين من خلال تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف العنوان الأول هو دعم وتوحيد جهود مكافحة التطرف والفكر المتطرف التكفيري في المنطقة والذي باتت إيران قلقة من انتشاره في المنطقة وفي العالم وحذرت مرارا من هذا الموضوع والعنوان الآخر هو في الحقيقة ترتيب الأوراق فيما يتعلق بمؤتمر جينيف 2 مع تسارع عقارب الساعة باتجاه انعقاده هي حركة دبلوماسية كبيرة تقوم بها إيران عندما يكون وزير الخارجية الإيراني في دمشق أيضا يكون نائب حسين أمير عبداللهيان في الكويت وينتقل منها مباشرة إلى تركيا وينتقل الظريف مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم معا ينتقلان إلى موسكو أيضا هذا كله يعطينا إشارة بأن هناك ترتيب سريع للأوراق فيما يتعلق بجينيف 2 يعني قلق إيران من ما يتعلق بموضوع انتشار التطرف والفكر المتطرف التكفيري في المنطقة واضح جدا اليوم تحديدا يعني علي أكبر ولاية مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية ورئيس مركز دراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام قال بكلام واضح تماما أن الأزمة السورية ألقت بظلالها على المنطقة وتحدث عن منطقة غرب العراق وقال أن الإرهاب والتكفيريون ينقلون هذه الفوضى إن صح التعبير إلى غرب العراق وبدأنا نلاحظ أن المسؤولين الإيرانيين يتحدثون بوضوح عن وقائع معينة تجري وفي هذا الإطار أيضا إيران ترسل برسائل واضحة إلى كل دول المنطقة وحتى إن صح التعبير إلى الدول المختلفة في العالم فيما يتعلق بضرورة توحيد الجهود بين الجميع لمكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة نعم حازم كلاس مراسل الميادين كنت معنا من طهران شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات أعود إلى ضيفي في دمشق الدكتور بسام أبو العبدالله مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية من جديد أرحب بك حين تتحدث إيران عن دعم وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب التكفيري طيب كيف تدعم إيران سوريا؟ هل دعم معنوي؟ هل دعم مادي؟ سلاح؟ كيف؟ يعني أولا طبعا العلاقة السورية الإيرانية يعني كثيرون دعيني أقول يحتجون الآن على هذه العلاقة ويتحدثون عنها وكأنها علاقة مستجدة العلاقة السورية الإيرانية تعود لبدايات الثورة الإسلامية الإيرانية وهي علاقة لها ركائز وهناك قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وتمتد لأكثر من ثلاثين عاما وبالتالي طهران بالتأكيد تدعم دمشق في كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية كما أن موسكو على لسان الرئيس بوتين قالت بأننا دعمنا وسوف ندعم سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا لكن هناك مبالغة كثيرون من الأطراف الأخرى التي تبالغ في أن الإيرانيين يقاتلون وهناك ما يسمى بالمضحك أن البعض يتحدث عن ما يسمى احتلال إيراني للسورية في حين أن لديهم عدد القواعد العسكري الأمريكية منذ تأسيس هذه الممالك والمجايك موجودة هم محتلوبة ومحميات غربية لذلك هناك تعاون بين دول وهو تعاون طبيعي ويعود لعقود من الذمن وأنتج حالة مقاومة وأنتج محورا لديه قواسمه المشتركة وهو يعلنها ولديه تعاونه الاقتصادي والسياسي وتنسيق أمني وكل شيء هناك تحالف حقيقي بين سوريا تنسيق أمني هذا يعني أنه لا مشكلة في وجود الحرس الثوري الإيراني بأن يقاتل مع النظام لأن البعض يتهم الحرس الثوري بأنهم يقاتل إلى جانب النظام سيدتي منذ بداية الأحداث في سوريا لو عدنا إلى الشريط قليلا شريط الذاكرة منذ بداية الأحداث في مدينة الدرعة كل أن هناك مقاتلين من حزب الله والحرس الثوري لأن هدف المشروع الأساسي في المنطقة وهو هدف غربي وطبعا يتفق مع بعض الأطراف في السعودية أو أصحاب الفكر الوهابي هو مذهبة الصراع في المنطقة بمعنى نقل الصراع من التحويل العدو من الكيان الصهيوني الذي أصبح صديق الآن لبعض الأنظمة في القليج والتنسي قائم على قدم وساق إلى عدو دعيني أقول إلى إيران وبالتالي مذهبة الصراع وتحويله إلى سن الشيعي بدل من أن يكون صراع سياسي وحقيقة الصراع هو صراع سياسي بين تحولات تجري في المنطقة وأنظمة محور حقق إنجازات حقيقية على الأرض وهو يمكن أن نقول بأنه حقق تقدم سياسي وإنجازات اضطر الغرب أن يفاوضوا بها في حين أن هناك جهة تابعة القضية ليست في المقاربة السياسية في العلاقة مع أمريكا القضية في أن أكون تابعا أو مستقلا أبحث عن مصالح الوطنية هنا تبدو الصراعات كبرى وبالتالي الصراع هو سياسي وليس مذهبي بعض الأطراف في المنطقة مثل السعودية تريد مذهب الصراع لأنه ليس لديها نموذج حضاري أو سياسي أو أي شيء آخر يمكن أن تقدم المنطقة فلا يوجد إلا التمذهب وأخذ طابه باسم أهل السنة أو المسلمين وطبعا أرسال الناس إلى التهلكة وهم يجرشون في قصورهم مستمتعين بحياتهم وكأن الناس يفترض بها أن تقتل المنطقة على كل حال حزب الله يشارك في القتال في سوريا وهذا الأمر لم يعد خفيا على أحد طيب زيار الضريف بعد الاتفاق النووي نعم تفضل نعم أنا لا أنكر ولكن على الأقل حزب الله خرج الأمير العام سماحة السيد حصر نصر وأعلن ذلك باستراتيجية واضحة برؤية ما هو الهدف لكن الأطراف الأخرى التي من سنتين هناك أكثر من 83 جنسية وهي ترسل قتل ومجرمين حزب الله حزب واضح العقيلة وواضح التوجه وواضح لماذا يذهب إلى سوريا وأعلن ذلك علانية أما أولئك الذين ينافقون ويكذبون ويعملون من تحت طاولة فقد كشفت أوراقه بالقضية أن موقف حزب الله يختلف كثيرا عن موقف تلك الأطراف نعم بكل أحوال دكتور مسام ليس موضوعي القتال حزب الله أود الاستفادة من وجودك معنا زيارة الضريف تأتي إلى سوريا بعد الاتفاق الأمريكي مع تهران حول النووي تأتي في عهد رئاسة جديدة خطاب جديد نهج جديد للسياسة الخارجية أيضا الأمريكية كل هذه النجاحات والإنجازات كيف يمكن لدمشق أن تستفيد منها طبعا أولا دمشق أعلنت دعمها منذ البداية الاتفاق النووي بين طهران وبين الغرب ودمشق لا تعرض في ذلك حتى أن رئيس الأسد نحن لسنا معادين للغرب بالمعنى الذي يطرحه البعض الرئيس الأسد في حديثه أعتقد لقناة الميادين قال أننا حتى بالإمكان التعاون مع الولايات المتحدة وهذا ليس حراما أول قضية لكن قضية في التبعية دمشق طبعا تستفيد من هذه الأجواء الجديدة وبالتأكيد أن ما حصل بين طهران وبين الغرب ساعد كثيرا في الانتقال إلى الملف السوري وكان الغرب أو الولايات المتحدة تحاول استنزاف المحور هذا عبر المعركة التي تجري في سوريا أعتقد أن الفائلة نعم مشتركة ودمشت رحب أي رؤية غربية أو مقاربة غربية عاقلة تأخذ باعتبار مصالح سوريا ومصالح الشعب السوري نحن لا يوجد لدينا مشكلة مع الغرب ولكن المشكلة دائما في أننا لا يمكن أن نكون أتباعا لأحد هنا في سوريا دولة حرة مستقلة يمكن أن ترعي مصالح الجميع وأن تكون ماذا سيفعل النظام في حال عقد مؤتمر جونيف 2 ولم يتم دعوة إيران طبعا أنا بتقدير شخصي ووفقا لتقديرات شخصي إيران لن تحضر هي لا تريد أن تحضر بذلك لأنها قالت بأنها لا تريد شروط مسبقة فيما يتعلق بهذا الموضوع وطهران تدعم دمشك وهي أعلنت مواقفها بشكل واضح لكنها قالت طهران سيد الكريم أنه عدم حضورة لمؤتمر جونيف 2 هذا يعني أنا هي غير ملزمة بأنها تلتزم بقرارات جونيف 2 يعني الأمر حتى الآن طبعا أولا جونيف 2 دعيني أكون واضحا يعني يجب أن يكون واضحين فيما يتعلق بجونيف 2 جونيف 2 ليس نهاية المطاف هو بداية لمساء السياسي وأعتقد أن التفاوض عادة في الدبلوماسية يتم وراء الكواليس وبين الخبراء هذا ما حصل بين يعني بين إيران وبين الغرب يجب أن يكون مكشوفا وواضحا ولكن هناك تحضيرات تجري بين الخبراء وأعتقد أن القضية ليست في جونيف 2 نهاية المطاف هو بداية لمساء طويل وجونيف 2 ليس المقصود به شكل كما يقال شكل الحكم المطلوب هو السياسة الخارجية السورية والسياسة الأمنية والسياسة الدفاعية وهو مطلب يريد الغرب وبعض الدول الأقليمية أن تعيد هيكلة الدور السوري يعني باختصار أفهم من كلامك الدكتور بسام بأنه ستغض النظر دمشق في حال عقدة من دون دعوة إيران بحجة أن إيران لا تريد حضور المؤتمر في الجلسة الأولى لا دمشق قالت بشكل واضح دمشق قالت بأن ذلك الذي ينقس من وزن إيران إيران دولة أقليمية كبرى شاء من شاء وابر من أبا وهي دولة فاعلة الغرب اعترفها ويتعطى معها وبالتالي باختصار شديد أنا أعتقد أن السيد جون كيري رحب بحضور إيران ولكن هناك بعض الأطراف التي لا تريد حضور طهران أعتقد أننا قد نجد في الأيام القادمة موقفا لكن أنا أرى أن طهران لا تريد أن تحشر نفسها في مواقف مسبقة وهي تستطيع أن تقدم كل الدعم لأنه في النهاية سيأتود إلى طهران سواء فيما يتعلق بكل ملفات المنطقة ولا يس بإمكان الولايات المتحدة أو دول أخرى الغربية أن تسير في هذه المنطقة دون العودة إلى طهران ليس لأنها موجعية إنما لأنها دولة أساسية في المنطقة شكرا جزيلا دكتور بسام أبو العبدالله مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من العاصمة السورية ونبقى في أشاء السوري حيث كشفت تقارير إعلامية عن زيارات قامت بها وفود استخباراتية أوروبية إلى دمشق لتبادل المعلومات عن الجهاديين الأوروبيين في سوريا فيما دعا الرئيس التركي إلى إعادة تقويم السياسة الأمنية بما يتوافق مع الوقائع جنوب البلاد حان الوقت لتغيير السياسة تركيا الأمنية تجاه سوريا كلام الرئيس التركي عبدالله قول يأتي قبل أيام من انعقاد مؤتمر جونيف 2 وبعد ثلاث سنوات من المواقف المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد تركيا التي اتهمت من بعض الأطراف بتسهيل دخول المسلحين إلى سوريا أو التغاضي عن ذلك يدعو رئيسها اليوم إلى تغيير سياسة بلاده تجاه التهديدات التي تمثلها التيارات الراديكالية والمتطرفة في سوريا تهديدات لا تؤرق فقط بلدان المنطقة فمن أوروبا أيضا يأتي تحرك لا سابق له منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين بعض العواصم الأوروبية ودماشق تقرير لولستريت جورنل أفاد بأن وكالات استخبارية أوروبية التقت سرا مفوضين عن الأسد لتبادل المعلومات حول نحو 1200 جهادي أوروبي يعتقد أنهم انضموا إلى المجموعات المسلحة في سوريا وفيما تؤكد مصادر للصحيفة أن لقاءات محصورة بمسألة الجهاديين ولن تمثل انفتاحا دبلوماسيا أوسع تنقل في المقابل عن معارضين للأسد خوفهم من أن هذه الاتصالات قد تتطور إلى تعاون أوسع في محاربة ما سمته المجموعات الإرهابية أما واشنطن فهي ليست مشاركة في هذه الزيارات لدماشق وفق الصحيفة علما بأنها حثت سابقا قادة المنطقة على منع تهريب المسلحين الأجانب إلى سوريا ومن جهة المعارضة السورية أعلن نائب الأمين العام لهئة التنسيق الوطنية في سوريا هيثم منع عدم مشاركة الهيئة في مؤتمر جنيف 2 منع أشار في اتصال مع الميدين إلى رفض الهيئة المشاركة في المؤتمر تحت مضلة الاتلاف المعارض وخياراته قرر المكتب التنفيذي اليوم عدم أتعاد إلى جنيف وسيخرج بنداء إلى الشعب السوري غدا يوضح كل الملابسات التي زعلت المدافع الأول عن الحل السياسي وعن مؤتمر جنيف يجد بأن ما يجري هو عملية اغتيال للحل السياسي وأضعاف له عوضا عن أن تكون بالفعل منسبا من أجل الخلاص من الدمار والأوضاع البائسة التي تمر بها البلاد ميدانيا تصد الجيش السوري لمجموعة مسلحة حاولت التسلل من خربة داود والجرود السورية باتجاه منطقة القصير عبر استخدام القصف المدفعي والصاروخي وفي حلب أفادت مصادر للميادين بحدوث اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وتنظيم داعش في قبطان الجبل وبإعدامات ميدانية بين الطرفين وفي ريف حلب الشرقي أفاد مراسل الميادين بأن الجيش السوري استعاد بلدتي تل العلم وأحويجينة ويحاصر بلدة بلاط سيطرة الجيش السوري على المجبل التابع لمنطقة النقارين في ريف حلب الشرقي قطعت طرق امدادات المعارضة المسلحة ومهدت الطريق للتقدم باتجاه مواقع سيطرة المجموعات المسلحة في الشيخ نجار وأحياء مجاورة مراسل الميادين قام بجولة في المنطقة واستطلع الأجواء الميدانية المجبل موقع حيوي إلى الشرق من حلب يشرف على المدينة الصناعية في الشيخ نجار إلى الشمال وعلى مطار حلب الدولية في النيرب الجيش السوري استعاد السيطرة اليوم على هذا الموقع بعد معارك ضارية مع مجموعات المعارضة المسلحة سيطرة من المتوقع أن تحسن من وضع الجيش في المعارك القادمة في مواجهة المسلحين المنطقة هذه كانت مطلة على عدة مناطق على الشيخ نجار على المطار على الجبريين على المناطق المؤيدة ومطلة على المدن بحلب كان مركز الأمداد من هذه المنطقة الأفضلية صارت للجيش إن شاء الله من هذه المنطقة بدنا نقطع طرق أمداد كثيرة للمسلحين ضمن البلد خاض مسلحون معارضة معارك عنيفة لوقف تقدم الجيش السوري باتجاه منطقة المجبل في النقارين التحصينات المتبقية تدل على التكتيك الذي استخدمه المسلحون تحصينات المساوينة تحصيناتهم كبيرة ومساوين جحورة بالأراضي وخنادي ومساوين كل شي مساوينه في الطريق إلى المجبل مصانع ضخمة ومستودعات تجارية كانت تشغل الآلافة من أبناء حلب اليوم تحولت تلك المنشآت إلى ركام وأنقاض محمد الخضر من النقارين في ريف حلب الميادين قتل أكثر من ستين شخصا على الأقل وجرح العشرات في هجمات انتحارية وسيارات مفقخة في بغداد وديالا الشرطة قالت أن أعنف هجوم كان انفجار قنبلة في عزاء أحد أعضاء الصحوات جنوب بعقوبة وقد قتل في الانفجار ثمانية عشر شخصا وأصيب ستة عشر آخرون وتأتي تفجيرات بغداد بعد هجمات قتل فيها أربعة وعشرون شخصا على الأقل أمس وهجمات منسقة شنها متشددون على جسر ومركز للشرطة قرب الفلوجة مبادرة لتسوية خلاف صادرات النفط الكردية بين حكومة الإقليم والعراق والأخيرة تحذر تركيا من دورها في هذه الأزمة زياد عيتاني والتفاصيل تؤكد حكومة إقليم كردستان العراق بأنها وافقة من قدرتها على التوصل إلى حل وسط مع بغداد في النزاع المتعلق بصادرات النفط عبر خط أنابيب جديد إلى تركيا حكومة كردستان أعلنت أن الخام بدأ يتضفق عبر خطها المستقل إلى تركيا ما يعني ارتفاع الصادرات في فبراير الشباط وبعدها بغداد التي أغضبها هذا الإجراء هددت عبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بخفض حصة الإقليم البالغة 17% من الميزانيات الاتحادية إذا مضت كردستان في تصدير الخام عبر خط الأنابيب من دون موافقتها الباب لم يقفل على المساعي السياسية بعد فثمت زيارة مقررة لوفد برئاسة نيجري فان برزاني رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد لبحث المشكلة التي تعود إلى خلاف سابق خلاف يتعلق بشأن إدارة موارد العراق وتوزيع العائدات المتحدث باسم حكومة الإقليم سيفين ديزيهي أعلن أن الأكراد ينتظرون رد بغداد على عدة مقترحات ديزيهي أكد أن حكومته ملتزمة بالاتفاق الذي جرت توصل إليه في بغداد في الخامس والعشرين من ديسمبر كانون الأول الماضي اتفاق بغداد لم يتم الإعلان عنه لكنه خلص إلى تأليف لجنة مشتركة لحل النزاع مصدر تركي رفع المستوى أكد تشجيع بلاده وصول فريقين نزاع الاتفاق لكنه استبعد تراجع تركيا عن خطوتها مع كردستان في حال فشلهما موقف تركيا هذا دفع الملكي إلى تذكيرها بعدم المسي بالسيادة العراقية موقف ترجم باستدعاء القنص للتركي من قبل وزير الطاقة العراقي حسين الشهرستاني وتبليغه اعتراض بغداد نبقى في بغداد وينضم إلينا الخبير النفطي حمزة الجواهري أهلا بك سيد حمزة هذا الخلاف قانوني أم سياسي والله حضرت الشتي تفضلتي بشيئين أو سببين هم الثنيا معا يعني قانوني وسياسي الأسباب من حيث الأساس هي سياسية لكن تبدو وكأنها هي خلاف حول القانون لأن حقيقة الدستور العراقي واضح بما يتعلق بالفقرات التي تخص النفط واضح جدا لكن مع ذلك أنه هناك تباين كبير جدا بتفسير هذه الفقرات الدستورية ما بين الإقليم وبعض بين الحكومة الاتحادية حقيقة الأسباب كما أسلفت هي سياسية الإقليم لديه سياسة معينة تبدو واضحة من خلال متابعتنا للأحداث ومن خلال السنوات الحوالي السبعة الماضية هو أنه يريد أن يبني قاعدة اقتصادية تمكنه من الوقوف أو أمام التحديات وذلك من خلال تأهيل الحقول النفطية الموجودة في كردستان قاعدة اقتصادية قوية في حال فكر أنه هو ينفصل عن العراق هذا الحلم الكردي موجود ومنذ زمن وحقيقة هذا تكفى لكل الشراع الإنسانية وحتى الدستور العراقي يعني من حق الكرد أنهم قرروا مصيرهم بأنفسهم لكن الاستمرار بهذا الشكل أنا أعتقد هذا أصبح غير واضح الأسباب يعني إذا كان هو بناء الأرضية الاقتصادية التي ساعد الإقليم هذه انبنت يعني الحقول الطورات الشركات تعمل الأنابيب المدت كل شيء الآن تقريبا موجود في كردستان ولا تستطيع الحكومة الاتحادية بأي حال من الأحوال أن تغير من هذا الواقع سيد حمزة لماذا بين الحين والآخر يتفجر هذا الموضوع هل هي أسباب ما هي دوافع تفجير هذا الموضوع وهذه الأزمة دوافع داخلية أم خارجية هناك من يحرك هذا الملف من الخارج لا لا هو كلها داخلية هو كلها داخلية تتعلق بأداء الإقليم السياسي اللي يتعلق بالنفط يعني مرة أن يمد أمبوب فتتفجر أزمة مرة أن يوقع عقود بالمناطق المتنازعة عليها تتفجر أزمة مرة أن ما يصدر نفطه من خلال الحكومة الاتحادية وهذا هو متفق عليه من خلال الدستور فتتفجر أزمة وهكذا الإقليم مستمر بتفجير الأزمات منذ 1906 ولحد الآن لماذا الاتهام بتركيا بأنها هي تمس السيادة العراقية من خلال هذا السلوك وماذا لو لم يتراجع الإقليم وتركيا عن هذا الأمر لم أعد أسمع عن قطع الخط نعم هل تسمعني سيد حمزة الآن قطع الخط لا أسمع بعد شكرا جزيلا لك سيد حمزة الجواهري الخبير النفطي كنت معنا من بغداد نعتذر منك لقد انقطع الاتصال معك والآن ننتقل إلى أبرز مجاء في عنوين صحف العراقية الصادرة لهذا اليوم مع زهراء ديراني السلام عليكم زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف إلى بغداد وتصويت الشعب المصري على دستوره الجديد كان الأبرز في عنوين الصحف العراقية والبداية مع صحيفة البيان حيث نقرأ في عنوانها الأول بمشاركة العراق بدء أعمال مؤتمر المنظمات المانحة لشعب السوري في الكويت المالكي لضريف أزمات المنطقة لا تحل بمعزل عن الأزمة السورية ونقرأ في عنوينها عد انتهاكا للسيادة وتصرفا غير دستوري بالثروة الوطنية تصدير كردستان النفط محور اجتماعات موسعة في بغداد وفي عنوين صحيفة البيان قتلوا واحد وعشرين من داعش شرق الرمادي بينهم ققازيون وننتقل إلى صحيفة الزمان حيث عنونت بن كيوان يبحث مع البرزاني مستجدات الساحة السياسية وفي عنوينها البرلمان يصوت على مشروع نقل المحكمين الإيرانيين ويرفضه مع السعودية شمول منتسبي الداخلية والدفاع بقروض صندوق الإسكان وننتقل إلى صحيفة الصباح وفي عنوينها العراق وإيران يتفقان على تسوية الملف السوري سلميا البغداد يقر بهزيمة داعش في العراق المالكي أزمات المنطقة لا تحل بمعزل عن تسوية الأزمة السورية ظريف الإرهاب عدو مشترك ينبغي مواجهته بكل السبل وفي عنوين صحيفة الصباح بنكيمون يشيد باستعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات المصريون يستفتون على الدستور وإلى صحيفة العالم حيث نقرأ في عنوينها العراق يطلب مساعدة أستراليا في مطاردة مسلحين مزدوجي الجنسية وعنوانات تجار يتحدثون عن تطبيق كيفي للرسوم الجمركية ويخططون لتغيير منافذ توريد وفي عنوين صحيفة العالم اتفاقات مشبوهة بين أطباء وصياضلة ضخاياها مرضى العيادات الخاصة والختام مع صحيفة المدى حيث جاء في عنوانها الأول أزمة الأنبار تشيع الفوضى بين مرشحي المحافظات الغربية المتنافسون يتنقلون بين القوائم وبعضهم ينسحب آلاف الألاف يتطوعون للقتال في الرماد والبرلمان يحذر تعيينات وهمية لغرض الدعاية ضريف يصل إلى بغداد بعد 24 ساعة من زيارة بنكيمون حراك دولي يستبق جينيفتنين وينقشوا مع المسؤولين العراقيين حل أزمة البلاد بهذا العنوان نصل إلى الختام عود الآن إلى متابعة النشرة ماذا في الاقتصاد العراقي والسوري نتابع سويا مع الزميل عبدالله عبدالله مجديد مساء الخير مساء النور أهلا بكم موازنة العراق في البرلمان مجلس الوزراء العراقي وفق على مشروع الموازنة العامة للبلاد العام الحالي وأحاله على مجلس النواب للموافقة عليه وكانت الموازنة العامة للعراق البالغة نحو 150 مليار دولار قد تأخرت الموافقة عليها في مجلس الوزراء بسبب خلاف بين الحكومتين المركزية وأقليم كردستان بشأن الصادرات النفطية من الأقليم وعائدات هذه الصادرات وإشراف الحكومة الاتحادية عليها أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أن عدد سكان البلاد ارتفع إلى 34 مليون و207 ألاف نسمة فيما بلغ نمو قطاع انتاج الطاقة 30% بحسب الجهاز المركزي للأحصاء النتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية حقق زيادة سنوية مقدارها 16% عام 2012 مقاررة بعام 2011 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية تتوقع شركة جينل إيرجي البريطانية تعزيز انتاجها بما لا يقل عن الثلث هذا العام بفضل خط أنبيب جديد بين كردستان وتركيا سيمكنها من انتاج وبيع المزيد من النفط الشركة البريطانية تأمل انتاج 70 ألف برميل من المكافئة النفطي يوميا بإرادات تصل إلى 600 مليون دولار فيما بلغ انتاج العام الماضي 44 ألف برميل يوميا بإرادات وصلت إلى 350 مليون دولار أرجعت وزارة النفط العراقية للمرة الثانية مناقصة دولية لتطوير حقل الناصرية النفطي وبناء مصفات جديدة إلى شاري حزيران يونيو من ضمن خطط التوسع في عمليات التنقيب والإنتاج ويشمل المشروع تطوير حقل الناصرية الذي تقدر احتياطياته بأكثر من 4 مليارات برميل وبناء مصفات بطاقة 300 ألف برميل يوميا واختيرت في إشاري أذار مارس الماضي 7 شركات لتقديم العروض وأضيفت إلىها 5 شركات في أب أغسطس الماضي إلى الأخبار السورية تعهدت دول الغربية وخليجية تقديم مليار و400 مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة الإغاثية في سوريا التعهدات تأتي بعد مناشدة أطلقتها الأمم المتحدة الشهر الماضي لتوفير 6 مليارات ونصف مليار دولار حيث تقول المنظمة الدولية إن الصراع أدى إلى خسارة مكاسب التنمية البشرية المحققة خلال 35 عاما من الاستقرار في البلاد وصف حاكم مصر في سوريا المركزي أديب ميال ارتفاع سعر صرف الدولار في الأيام الماضية بالوهمي لافتا إلى أن الحديث عن شراء الليرة من الخارج جاءت ضمن موجة لإثارة الظعر بين المواطنين ميال أشار إلى أن محاولات رفع سعر الصرف عبارة عن محاولات خارجية لضرب الليرة السورية واستقرارها متسائلا عن النشاط الاقتصادي المسبب للارتفاع في أيام العطل وارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة نهاية الأسبوع لكنه بقي دون حاجز 160 ليرة في الخبر الأخير 42 مليار ليرة سوريا خسائر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا الخسائر المباشرة تقدر بنحو 20 مليار ليرة وذلك بسبب توقف تحصيل الاشتراكات من الفروع التي خرجت من الخدمة منذ بدء الأزمة المؤسسة لفتت إلى أنها ستواصل تقديم خدمة الرواتب والأجور إلى المتقاعدين ويعد قطاع التأمينات الاجتماعية من أكثر القطاعات تأثرا بالأحداث نتيجة ارتباطه بالخدمة الاجتماعية لكفة القطاعات والعمالة فيها نلتقي بعد قليل عند السادسة والنصف مع الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابع عودة لك سلامة من تذارك عبدالله شكرا جزيلا فقرتنا الأخيرة سوار بين الماضي والحاضر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة